تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تتمكن وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 407 قضايا تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 72 طن مواد غذائية وغير غذائية وضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط ما يقرب من 50 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فيما تم ضبط 609 قضايا تشتمل على 257 قضية خبز ناقص الوزن و162 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 9 قضايا بمدبوطات بلغت أكثر من 152 طن أقمح محلية